يشارك صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة في فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة في إطار فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ويستهدفه صندوق عطاء المتسوقين لتعريفهم بأنشطته والمشروعات التي يدعمها الصندوق ذلك لمشاركتهم في طريق العطاء مع الصندوق وتغيير حياة 11 مليون شخص من ذوي الهمام ذلك من خلال وثيقة تبلغ قيمتها ما يقترب من 13 جنيه يتم استثمارها واستخدام العائد منها لدعم ذوي الهمام لضمان الاستمرارية والاستدامة